تبقى هي الحقيقة اهم واجمل محاولة في المباراة لمصلحة ريال مدريد انطلاقة ومرور وانفراد وكرة الحق في البول بول اول في المباراة جرانيرو يتوج مجهودات في خط الوسط الحقيقة وبنشاط في خط الوسط يتوج هذا النشاط ويسجل الهدف الاول لمصلحة ريال مدريد ضاعت الاولى الكرة اللي هيها كاكا انقذها هذا الحارس لكن الثاني ما له علاج على الاطلاق ليش لانها ملعوبة خذوهات انفراد جميل العب لاحظ 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 هذه الاولى هذه الثاني المرور الرائع خذوهات مباشرة وايضا يحضر كاكا لاحظ معي كاكا بالكرة اللي تحولت من جرانيرو كاكا جرانيرو هذه المرة في الزاوية البعيدة وقوية ايضا جرانيرو اللاعب اللي انتقاله مجاني وبالتالي كان يلعب لريال مدريد الفريق الثاني يلعب الان للفريق الاول وللفريق الاول يسجل الهدف الاول جرانيرو اسبانيول على اقل تقدير مثلا تعادل تأتي المحاولة لريال مدريد كرة في الجهة اليسرى انطلاقة ومرور ناجح ممكن دور ممكن دور ممكن دور بول تاني للريال اللعبة صاح وصلت الى دوتي صاح حطها صاح وجاب الهدف الثاني لريال مدريد لكن منه 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 اللي صنع الهدف منه اللي صنع الهدف انت تتحدث عن اللاعب اكيد انه ممتاز اكيد انه ناظر وشاهد وطالع من هو اللاعب الفاضي اللاعب الفاضي جوتي وصلت الكرة الى جوتي لا اعلم ما ممكن يكون من ممكن يكون لا والله هو 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 المهندس كاكا لاحظ 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 بالضبط كرة القدم السلسة الجميلة اللي ما فيها عقد اتمر وتقدم وتهيئ ما تلعب الكرة كيفما اتفق لا على الرجل جوتي بالضبط من كاكا الذي يتسبب في تسجيل الهدفين الاول والثاني الاول للمحبين معدورين خلاص يعني ما لا ربما لا يلوم المستهد على العمام رونالدو يسجل هدف كريستيانو رونالدو نعم يسجل الهدف الثالث لريال ندريد هي ثلاثة كانت في دي بورتيغو ناكرونيا الاسبوع الماضي لكن كانت ثلاثة اثنين كريستيانو رونالدو سجل من ضربة جزاء الان كريستيانو رونالدو وفي الوقت بدل الضائع لاحظ 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 العمل لاحظ جوتي لاحظ جوتي الرائع الليلة يتقدم وينقل الكرة الى كريستيانو رونالدو ورونالدو يسجل حضوره في الليجة للمرة الثانية بتسجيله للهدف الثالث لريال ندريد في هذه المباراة الثاني له شخصيا في الليجة لاحظ الانطلاق ولاحظ الانفراد من هذه الزاوية القريبة رونالدو مرر الكرة ما بين اقدام حارس المرمى ادريس ترجمة نانسي قنقر